الكوارث ليست مناسبة للتشفي وتصفية الحسابات افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله من المعيب جدا أن تتحول كارثة الأمطار غير المتوقعة نسبتها العالية جدا إلى مصدر ابتزاز جديد يمارسه بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتحينون كل فرصة من أجل الابتزاز السياسي لهذا المسؤول أو ذاك وتصفية الحسابات خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية أو غير وهمية بدلا من التضامن واستخدام هذه الوسائل وفق الهدف الذي وجدت من أجله في كل دول العالم تحدث كوارث من هذا النوع ففي العام الحالي شهد الأردن كارثة سيول أكبر مما هو متوقع وكلنا يعرف أن الطبيعة الجغرافية والمناخية للأردن مختلفة عما هو لدينا فهي تشهد كميات أمطار هائلة سنويا وحتى في عدد من الدول الأوروبية التي تغطر فيها الأمطار والثلوج طيلة فصل الشتاء لكن لم نرى أي من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نادى بإقالة هذا الوزير أو ذاك المسؤول أو رحيل الحكومة كلها بل إن الجميع عمل على معالجة الآثار الجانبية وخصوصا النفسية للمتضررين بمسؤولية كبيرة للأسف في الكويت خصوصا وبعض دول المنطقة عموما تحولت هذه الكارثة الطبيعية إلى مناسبة للتشفي وإطلاق الاتهامات جزافا مخالفة بذلك أبسط القواعد المتعارف عليها فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ومخالفة أيضا لقانون الجزاء الذي يحرم اتهام أي شخص من دون دليل ووصل الأمر إلى حد إثارة النعارات المناطقية والطائفية والقبلية فهل يسعى فعلا هؤلاء الذين يمارسون هذا الأسلوب من التشويه المتعمد إلى حل المشكلات الناتجة عن هذه الكارثة الطبيعية؟ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية هناك حرائق كبرى مستمرة منذ أسبوع وتم إجلاء نحو ربع مليون نسمى ولم نسمع أي أمريكي يطالب باستقالة رئيس ترامب بوصفه رئيس السلطة التنفيذية أو استقالة المستشارة الألمانية على خلفية كارثة السيول التي شهدتها بعض المناطق الألمانية ولا المطالبة باستقالة رئيسة وزراء بريطانيا أو رئيس الحكومة الفرنسية وغيرها كذلك في الأردن لم يطالب أحد باستقالة لا وزير الأشغال ولا رئيس الحكومة لأن الجميع يدرك أن هذه الكارثة تعتبر قوة قاهرة وفقا للتوصيف الدستوري والقانوني لها ولا يمكن محاسبة أي كان إلا بعد التحقيق واستجاء الحقيقة وليس فورا القفص إلى البحث عن كبش فداء للتشفي ويختار كل واحد كبش الفداء الذي يناصبه العداء إن استقالة أي مسؤول في هذه الظروف تعتبر هروبا من مواجهة الحقيقة فالأولوية لحصر الأضرار والتعويض على المتضررين وإعادة نظر في البنية التحتية لتتناسب مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وليست الكويت وحدها ولهذا فإن الحكومة إذا استجابت مثل كل مرة لهذا الابتزاز فهي تتخلى عن دورها الطبيعي ولذلك ضرر أكبر من كارثة الأمطار صحيح ما قاله بعض المسؤولون وهو أن الضروري في هذا الوقت معالجة المشكلات التي طرأت على هامش هذه الكارثة ومن ثم النظر في تحديد المسؤوليات بعد التحقيق وتقصي الحقائق لأن هذا سيكون أولى الخطوات في إصلاح منظومة الجهاز التنفيذي ككل ومن ضمن ذلك معالجة ذلك الوضع الشاذ في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كي لا تبقى معول هدم تحت شعار حرية الرأي والتعبير